سولافة الفن واحد من البرامج أو السهرات التي تم إنتاجها في قناة الشروق الفضائية في العام 2015 السهرة هي وثقت للموسيقى ربشير عباس وتكلمت في كثير من القضايا المربوطة بالفن والموسيقى وحتى النوت الموسيقية السودانية ومستقبل الأغنية السودانية من الناحية الموسيقية السهرة من تاج الزميلة رشا إبراهيم وإخراج على أستاذ محمد سليمان والسهرة هي مع الموسيقى ربشير عباس الشكر والتغليل لقناة الشروق التي أتاحت لي هذه الفرصة أفتكر إنها من الفرصة النادرة أن تهتم بعض القنوات وعلى رأسها الشروق قناة الشروق بالموسيقى الملاحظ كل قنواتنا هنا أو كل ثقافاتنا الفنية متجهة نحو الغناء أنا ما أفتكر أنه الغناء يعني ما يجد تدفرة ما يجد الآن موسيقى 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 أسرة أسرة فنية أنا أتكلم عن الأسرة الفنية أتكلم عن عمنا اللواء صلاح عن الصالح عن مك فتحنا ونشأنا أول شي عنده كل الآلات أي آلة تستخدمين يلم كمن يعود آلات النفق لد رمز كان عنده ده في وقت الناس ما بتعرف الحاجات دي يعني كان يشوفه يعني الواحد يستغرم أن يشوف شخص واحد عنده كل الآلات دي دمي موليك أنه يعني أن إحنا في حفاية المكاولة في حفاية المفنيا فاتوا الوراهم والقدامهم قبل ما يعرفوا الحاطش وفعلا يعني تأثفت بالبداية بعمنا صراح زيها لأنه كان حتى القلبة القلبة اللي هي بتاع السكوتش دي كانت عنده موسيقى 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 عمنا صراحة مصالحة علم بتعمي اسمها آمنة دالية أبو نطر الدالي هو شقيق أبوه هو أخوه الكبير علم صراحة كيفت عدف العود وكان عندها هذه الشماء آمنة ديها قبلي أثمت لاحظة يعني يمكن بالمعنى هذا أنه يكون أول امرأة سودانية عدفة دعوب في السودان تكون كاكد طبعا في نطاق أسري ما في ناي ولا يعني في حفلاء أدعام ما ولا أجهداء مثل الإعلامي فضاء ناطق في النطاق خالي زلاح الأثرة ما القمر في كنانا دوما الليل سمالا عم الخير مبالة ما القمر في كنانا دوما الليل سمالا اشتركوا في القناة